المباراة اتلعبت مثلاً سي يوم السبت تمام الكلام والتسريب طولها اتقال يوم الحد الاجتماع الفني اتعامل يوم الاثنين هناك أنت راجل حكم وعندك خبرات في الجزئية دي لجنة الحكام درها ايه في الملف زي ده والمفروض كانت تتخذ قرارات ايه في القضية دي لو التسريب ده صحيح أنا عرفت ان اللجنة وكلنا عرفنا ان اللجنة الحكام حاول تطعمل الحكام للتحقيق بيتحققوا عشان ايه لا هو كابتن بس بعد يزنك هو مش كل تحقيق هو جلسة استماع جلسة استماع جلسة استماع جلسة استماع لمحمد عدل ماشي لا لكل طي سمع الناس جلسة الاستماع ده عشان ايه عشان يشوف انت قلت ايه او انت اتكلمت مع مين او طب ده هو لما طلع التسريب دلوقتي مكالمة صوتية لو التسريب ده صحيح كارسة لو ده صحيح لو التسريب ده ده اللي تم في الغرفة فعلا فدي كارسة مين بقى يدفع او مين يتحمل مسؤولية الكارسة اللي حصلت احنا قلنا دلوقتي ان الشركة من الشركة للاتحاك طب دلوقتي لما انت حققت مع الحكام وانت متأكد مليون في المية ان الحكام مش يطلع تسريب طيب بص نعيب فايه نتيجة التحقيق تكمل لحظة بس عشان معنا على الشاشة خبر على القاهرة 24 نص اقوال الحكم الدولي محمد عادل امام جهة التحقيق ده خاص للقاهرة 24 ده لسه نازل حالنا يا جماعة صح؟ اه التسجيل الذي تمت ازعته مفبرك تماما وليس صوتي برنامج الكرة مع فاي شكك فيها زمتي وشهر به ونشر كلاما عكس التسريب البرنامج اتهمني بانني تعمدت مرح الفوز للزمالك امام البنك الاهلي اه انا عايز اوصل عند الجملة الاخيرة يعني القصة ضربة الجزاء ومش ضربة جزاء يعني انتو شايفين تعليقوا على الكلام ده ايه طيب وممكن دلوقتي اتحاد الكرة او لجنة الحكام تنزل على موقع الاتحاد نص المحادسة وعلى فكرة ده مش ممنوع بقى انا لسه مديم بسألة يعني ده مش ممنوع لا ماماركي كان عندنا بيزيع المحادسة ماماركي عنه كده كان على موقع الاتحاد هل احنا عندنا دلوقتي نقدر نقطع الشك باليقين ونزيع المحادسة دي ما ده السؤال انا سألته فين الاتحاد وفين اللجنة ما احنا عاوزين تحقيق كامل غير منقوص شامل للوقع كلها على بعضها تجمع النص المحادسة هو للرأي العام لان الوقت احنا خلنا مقتنعين ان احنا بقينا في قضية رأي عام ده حقيق وبقينا النهاردة حاجة بتضر صناعة كرة القدم في مصر وحاجة بتهدد اهم مسابقة عندك مسابقة الدور الممتاز وناس وفرق دفعة واندية صرفة وانت النهاردة العنصر الاساسي هو التحكيم انا النهاردة بضر بالتحكيم بان انا مش عاوز ازيع المحادسة ما تزيع المحادسة ايه المشكلة ان انا زيع المحادسة ما ماركي كان بيزعها وانحنا كلنا مقتنعين ازعيتها ما فيش فام خالف طلع لنا المحادسة الاصلي اكيد وعند الاتحاد وعند اللجنة وعند الاتحاد وعند الهرد ما تزيع المحادسة الاصلي وقارن بين الاتنين